تتميز محافظة الأنبار بوجود العديد من الثروات الطبيعية وفي قضاء هيد غربي المحافظة يستطيع كل من يدخل إلى أطراف المدينة أن يتحسس رائحة القير التي تفوح من الأرض حيث تنتشر عيون القير الأسود حتى باتت هذه العيون إحدى معالم المدينة وكنزا مهملا لم يستثمر حتى الآن بالشكل الصحيح وزارة الصناعة قد أحالت هذه العيون إلى أحد المستثمرين الذي يقوم باستغلال هذه العيون ومن المفوض أن يقوم المستثمر هو برعاية هذه العيون وكريها وتنظيف مساراتها ومجاريها وعدم إيقاع الضرر على خطوة تصريف المياه الموجودة في المدينة أو ضرر الواقع على المواطنين مع الأسف أن هذه المادة مهملة إهمالا كاملا ولم تصلها يد الاستثمار أو يد الاستخراج الصحيح وعملية الاستفادة منها بطريقة صحيحة إهمال من قبل الجهات المختصة القير الذي يستخرج من هذه العيون يستفاد منه في العديد من الأغراض الصناعية والعلاجية ناهيك عن الغازات المنبعثة التي يمكن الاستفادة منها لكن سوء الاستغلال يحولها إلى مشكلة بسبب التلوث البيئي الناتج عن مادة كبريت الهيدروجين التي تختلط مع مياه نهر الفرات كنا نتمنى أن تستغل استغلالا اقتصاديا لهذه العيون ويصنع منها الزفت والأصباغ وحتى الوقود حيث أن هذه العين التي أمامكم تدفع الغاز ليلة نهار ونقوم بإحراقه وعدم الاستفادة منه طبعا لا يوجد هناك اهتمام بهذه العيون بما يكفي لاستخدامها استخدام اقتصادي فهي مهملة ولا تستخدم إلا لإطلاع السطوح وبعض الأمور البسيطة وهي مهمة جدا وهي إنتاج كبير لو تستخدم اقتصاديا لعادة بالفائدة إلى البلد وإلى الدولة وإلى المنطقة هذه الغازات المنبعثة من هذه العيون يعني في بعض الأحيان سببت الكثير من المشاكل للسكان الآهلين قرب هذه العيون لأن لا يوجد اهتمام حقيقي أو استثمار حقيقي أو عناية حقيقية أو تغليف حقيقي لهذه العيون هذه العيون تحتاج إلى تغليف بأنابيب يعني لا يجوز أن تكون هكذا مكشوفة ويقول أهالي هيت أن عيون القير تمثل معلما من معالم المدينة وثروة كامنة يمكن الاستفادة منها كمنطقة سياحية وعلاجية وصناعية توفر فرص العمل للعاطلين لكن إهمالها حولها إلى ما يشبه مكب النفايات بسبب الفشل في استثمار هذه الثروة الطبيعية